موسيقى السلام عليكم أعزائي التنميذ في إطار وخارعة الدروس التعليم على الوار مادة الطبيعة الشديدة وموسيقى اليوم هو الألوال الأساسية والألوال التنمية وميزلنا بداية الألوال خاص بمستوى الخمس التدائي المرحلة الأولى إذن كما قمنا كما درسنا اليوم هو يتحدث عن دائرة الألوال كما تلاحظون لكن قبل المرور إلى الدائرة وتستيلها والتحدث عن الألوال التي تتكون وتشكل منها لا بد أن تتحدث عن الألوال في حياتنا اليومية لما لها من ضوء أهرب في إدراحة النفس وجمالها للعين كما تلاحظون أنوال متعادل وقتلات مجموع من المواد كالخضر والفواقخ أيضاً في الطبيعة من تسبل الطيور والحشبات والأسماك إلى غير ذلك أيضاً هناك أشياء في حياتي اليومية يعني تشمل أنوال عديدة وجميلة مثل الملابس الأحدية إلى غير ذلك ثم أيضاً أشياء كثيرة أخرى كما سبب وضعنا في حياتنا اليوم اليومية فالآن عزائي التناميذ سنعمل لدرس هذه الحصابة وهو يتحدث عن دائرة الألوال إذن أولاً سنتعرف ما هي دائرة الألوال إذن دائرة الألوال أو تعرفين الاسم عجلة الألوال وهي دائرة تثمر درجات الألوال مرتبة بشكل يوظف الألوال الأساسية والثانوية والوسطية والعلاقات طبع الحال فيما بيننا وتتضمن هذه الدائرة 12 ألوالاً تتضرب تربوها لدرجات حرارتها إذن الآن لنتعرف جميعاً على الألوال التي تتكونها الدائرة الألوالية وهي دائرة الألوال أولاً أهم هذه الألوال هي ما يتسمى بالألوال الأساسية والأولية وهي تكون من ثلاثة ألوال أحمر أزرق ثم أصفر كما تلاحظون هذه الألوال كما قلناها هي الأحمر والأزرق والأصفر وهي الأساس والتي يتكون منها جميع الألوال الأخرى طبع الحال على طريق المزج بينها أو منها بلسمة بنسبة مختلفة ثانياً نجد الألوال الثانوية أو نسمى أيضاً بالفارع كما تلاحظون هذه الألوال الفارعية هي الألوال تتكون من مسج لوني أساسيين وهي هذه الألوال الطبيعة الحال المفتقاري الأخضى ثم البنفسجة وموقعها يتوسط المسافة بين الألوال الأولية على عجل الألوال وتتكون كما قلنا من مسج الألوال الأساسية إذا الآن أعزائي التلمين لنتعرف كيف نحصل على هذه الألوال أكان ما كنا من مسج الألوال الأساسية أولاً اللون الأصفر إذا قمنا من مسج باللون الأسرق سنحصل على اللون الأخضر ممتاز ثم اللون الأحمر إذا وضعناه مع أول لون الأصفر نحصل على ماذا؟ نعم، نحصل على اللون الورتقالي ممتاز ثم اللون الثالث نحصل على اللون الأصفر ثم اللون الأحمر نحصل على اللون نعم، نحصل على اللون بنفسج إذا أعزائي التلمين هذه الألوال التلمية أخضر مرتقالي بنفسجي وهي تحصب عليها بمسج الألوال الأساسية كما سبق وضكعنا إذا الآن هناك ألوال أخرى تتنظر بين الألوال الأساسية والألوال الثانوية وتسبب الألوال الوسطية إلى ما هي الألوال الوسطية؟ هي نتيزة المرس كما قلنا بين اللون أول أو الأساسي ولو ثمم مجموله في عجلة الألوال أو ذائرة الألوال بالنسبة لهذه الألوال الوسطية فهي ستة الألوال الوسطية في عجلة الألوال وهي لها العديد من الأسماء ولكن اقتصرنا هذه الأسماء بالنسبة له الألوال الأصل وحفظة أصفر الأصبخ الأحمر ثم الألوان الثانوية الأخضاء والبرساجية الآن نحصل على الألوان الوسطية بمسج اللو الأساسي باللو أختار ومثلا الأصفر والأخضاء سنحصل على الأخضاء والمصفة إلى إتمام عجلة الألوان للحصول على هذه الألوان التي تسمى الألوان الوسطية إذن هذا توضيح لما قمناه سابقاً هناك ألوان أساسية ثم ألوان ثانوية وتسوصها ألوان وصقية نوع أخرى عزائي التلبيل يسمى من الألوان المتكاملة والمساري الألوان المتكاملة هي الألوان الثانوية المقابلة للألوان الأساسية في الدائرة اللوي مثلاًا الوء الأسخار هو أساسي يقابله الكرة الثانوية الأصله هو مثلاً أ Lowness الطبيعة الحاج يقابله لون ثانوي وهو البرتقال ثم لون أحمر كرة الثانوي هذه والأقضاء كما قلنا المرتقال يقابله الأزرق وقصة يقابله المسجد ثم الأحوال يقابله الأخرى نوع آخر عن زن التنامين هي ألوان نقسم الدائرة إلى قسمين لنصل على ألوان دافئة وألوان بارئة كما تلاحظون عند تقسيب دائرة ألوان قسمين هنا من الجزء يسبب ألوان دافئة وألوان باردة إذا عمل التقسيب بالدائرة سمسوا على ألوان دافئة وألوان باردة والألوان الدافئة تتكون من أصدق برتقالي أحمر ألوان باردة أخضر أصدق بالنفسجي بالإضافة إلى الألوان الوسطية التي تتوسط هذه الألوان نحن إذا خلاصة القول من سبب ما يفرص دائرة الألوان كما تلاحظون هذه تسبب بعجلة الألوان أو دائرة الألوان تتكون من ألوان التي سنبع لك منها ألوان أساسية أصفر أحمر أصدق ألوان ثانبية أخضر مرتقالي بالنفسجي ثم الألوان الوسطية التي ستوسط الألوان الأساسية والألوان الأولية ثم الألوان الحارة والدافئة والألوان الميت أعزائي التلاميذ سنمر إلى تبريد يجسل ما سبق وذكرنا معه معي هناك ثلاثة أنوار من التشكيلات أو من اللوحات يعني مرسومة سابقا إما من ثلاثة أو شخص ما المطلوب منهم هو تلوين هذه اللوحة أو هذا الرسم بألوان أولية وألوان ثانوية وسنحاول أن نضع اللون المناسب لتوسط الألوان إما لون ثانوي ولون أساسي سنضع اللون الذي يتوسطه يعني لون مناسب أو لون أساسي مع لون أساسي نضع اللون الذي يتوسطه بطبيعة حسين واللون ثانوي إلى غيره ثم تدمير آخر أو مشار أخر وهو نشاط حر إذا باستعمال المصدرة والبقاء ستقوم عزيز التلميذ بالإبداع الشكل في تركيبات شكيلية حرة موظفة أنوان الأولية والأنوان الثانوية طبيعة الحال بتقنية الصباغة المائية وبعد قليل سنوظف كيف تشتغل بالصباغة المائية وكيف نرسم دائعة الأنوان وتلوينها هذه نعم نماذج لتركيبات تشكيلية نعم نلاحظنا أيضاً في عزيز التلميذ هذه الأوحة تبين من الأشكال والخطوط والألوان وهي خاصة بالفنان الفرنسي روبير دونوني إذا من هذا نوع منها نشكيلية الألوان مختلفة ومتلاسقة بألوان أساسية تلوية وصفية ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر